بتتكلم على 58 مليون مواطن بتتكلم على مشاكل الريف المصري تعال بقى اتكلم على لم يحدث ان اهتم احد بالريف المصري الا واحد فقط وكان اهتمام من نوع معين اللي هو محمد علي محمد علي اهتم بالريف المصري في حتة معينة اقامة الترع والمصارف وتحويل الزراعة من الري بالحياط كان بيزرع واحدة في السنة الارض المصرية كانت بتزرع والفلاحين المصريين كانت بتزرع واحدة في السنة الى رأي ده لما شق الترع والمصارف والاناطر فاهتم محمد علي بهذا القطع فقط ما يجي الرئيسة فتاح السيسي يتكلم على تطوير 4500 قرية تعال بقولك لان او قعد تتكلم انا وحضرتك في ال 4500 قرية دول ازاي هيتطوروا ده اعايز لهم ساعات طويلة ليه بقى؟ انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على طرق بتتكلم على صرف صحي لا يوجد صرف صحي في القرى المصرية الا في 19% فقط من قرى مصر يعني انت بتتكلم على 81% من قرى مصر محرومة من الصرف الصحي بتتكلم على مياه شرب ومياه شرب فيه مية شرب الحقيقة في الريف بس فيها كلام كتير جدا ان تكون هناك محطات لمعالجة المياه مياه شرب ومعالجة كاملة وما ينيلي دي عدد قليل جدا من القرى دون ذلك فيه هناك هالي كانوا بيتبرعوا بقطع الأرض اللي بتقام عليها المحطات المحطات اللي هي محطات أبرر التوازية على فكرة بالزبط فده حاجة انت بتتكلم والصرف الصحي انت عارف بيعمله ايه في الريف القرى اللي ما فيهاش واولا ما اظم مصر لهم كلهم أصول ريفية لكن خلينا نتكلم على المواطنين اللي عايشين في الريف نتكلم على 58 مليون ناس هذا رقم ضخم القرى اللي ما فيه الصرف الصحي الناس بتعمل كل واحد بيجي يعمل يفحى الطرنش تحت البيت اي ويبقى الطرنش ده هو بالنسبة له هو المكان الصرف التجميع بتاعت الصرف الصحي وبعدين بتيجي عربية الكسح برضو ده كلها جوز ذاتية كل الناس يعني مش جوز ذاتية تصريف ذاتي ما فيش حاجة يسمها جوز ذاتية عشان يبقى التعبير صحي ده الريف بيصرف نفسه ذاتيا بيتصرف في أزماته ذاتيا فتيجي عربية الكسح تكسح من الطرنش تروح ترمي في الترع بتلوس انت المال طبعا ترع أو مصرف ده لو عندهم ده يمقى وكويس لو مصرف يبقى على الأقل مصرف لكن كمان بيرمي في الترع فتعمل مشكلات ضخمة مشكلات بيئية وصحية وتلوس خطر جدا فلما تيجي الرئيس بيتكلم على ان خلال التلاث سنوات سوف يتم تغيير وجه لحياة في الريف من طرق من ماء من صرف صحي من تعليم بمعنى ايه تعليم؟ لو عندك مدرسة لو ما فيش مدرسة هيعملك مدرسة لو مدرسة متهالكة هيجددلك المدرسة طب لو وحدة الصحية عندك وحدة الصحية يعني كويسة ماشي مش كويسة هتتجدد لو ما فيش هتتبني وحدة صحية الطرق هتتعامل بنظام معين إزالة العشوائيات حتى الكهرباء يعني الحقيقة الريف المصري برضو لانه مش كل حاجة لازم نقول كل حاجة بتفاصيلها الريف المصري تسعين أو أكتر من خمسة تسعين في المائة منه فيه كهرباء لكن على الجانب الآخر الكهرباء كمان لها مشكلة لأن الكهرباء فيه جزء من الريف وتعالى بقى بكلم كمان بالذات على القرى لأن القرى نوعين كرى قريبة اللي نبتكلم على محيط القاهرة الكبرى بحافظة الكيزة الأليوبية القاهرة ده يعني ده قرى حضرية إذا كنت تعبيرها تعالى بقى تكلم على قرى الريف الجواني محدوفة بقى الريف الجواني ريف البحيرة كرى البحيرة كرى الشرقية كرى كفر الشيخ كرى أسيوت كرى المينيا كرى السعيد يعني الحقيقة هتتلاقي حاجة بعد القرى مثلا بتتلاقي القرى مثلا إيه هتتلاقي الكهرباء فيها كهرباء هوائي هوائي يعني إيه يعني شلوك عريانة ماشي على الأعمدة الضغط العالي داخل مع الكتاة السكنية طبعا لو أضراره الضخمة طبعا ريس وإحنا كان في أثناء اللقاء طلب وشرفت إن أنا كنت ضمن الوفد الموجود بغطي الزيارة وطلب يقف مع السحفين والإعلمين ده في بورسعيد في بورسعيد وشرح القصة لأن حتى خطوط الضغط العالي هيبقى لا حلول هتتحول إلى كابلات مدفونة تحت الأرض فإن ده بتتكلم هو التكلفة المادئية اللي هم عليها ده بعد أن ده كمان بتضرب سعر الأرض الزراعية في مقتل طبعا يعني حكي ليك أرض زراعية وفيها حاجة زي كده ما خلاص ومتهي هيوقف بقى ويبقى فيه حتى النمو السكني هيبقى نموه مخطط مش نموه عشوائي زي بيتم لأن النمو العشوائي ده كان قدل إيه برضو كارسة كبيرة جدا في الريف اللي هي فكرة التوابع اللي سيادة الرئيس كان أشعر إليه الخطة الأولى بيتكلم على تطوير 1500 قرية يعني التلتة تقريبا 1500 قرية دول يا سوشام لهم كم تابع بقى 11000 تابع يا معه إيه تابع كل واحد يجي يعني كده بقرار فردي يروح رايح بعد البلد القرية بتاعته بأربعة خمسة كيلو مثلا ويروح بني بيت دخل في الحيز بتاعه في الحتة بتاعته هو يبقى عنده حتة أرض شاري كم متر هو الأرض دي بتاعته فبيبني بيت عليه ويحط الدولة قدام أمر واقع فيبدأ يتمدله خط كهرباء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر